يا سياغة الرئيس اقف على عتبة دنيا لاستقبل اجل الله فلن اختم حياتي بنفاق ولن ابرز عن تريتي باجتراق ولكني اقول كلمة مزتة للامة كلها حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا آسف ان يقول سلبي اريد منهم ان يعلموا اثنى الملكة له بيد الله يؤتيه من يشاء فلا تآمر لاخذه ولا كيد للوصول اليه فان الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار ابراهيم للنمرز ماذا قال له او كالذي حج ابراهيم في ربه هو كافر قال ان اتاه الله الملك فالملك حين ينزله الله قال يؤتي الملك من يشاء فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحق لانه لن يحكم احد في ملك الله الا بمراد الله فان كان عادلا فقد نفع بعدله وان كان جائرا ظالما بشع الظلمة وقبحه في نفوس كل الناس فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما ولذلك اقول لقوم جميعا اننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلام بما جاء من الاحداث فكيف كنا نفسر قول الله ويمكرون ويمكر الله وكيف كنا نفسر انهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا الله يريد ان يشبت قيوميته على خلقه فانا انصح كل من يجون برأسه ان يكون حاكما انصحه بان لا تطلبه بل يجب ان تطلب له فان رسول الله قال من طلب الى شيء وعين عليه ومن طلب شيء ان يوكل اليه يا سيادة الرئيس اخر ما احب ان اقوله لك ولعل هذا يكون اثر لقاء انا بك اذا كنت قدرنا فليوفق الله واذا كنا قدرك فليعينك الله على ان تتحمل مرحبا